ازايكو يا اصدقائي انا عمر صقير سنيل فرنت اند انجينير وفي الحلقة دي هتكلم عن حاجة مهمة جدا لأي فرنت اند انجينير وهي البندر سايز اوبتوميزيشن باستخدام التري شيكينج وما تنسوش تستنوا معنا لاخر الحلقة عشان في اخر الحلقة حقول لكم على ويب سايت الويب سايت ده بيسمح لك ان انت تعرف تختار المناسبة للابليكيشن بتاعك من حيث ان هي بتسمح بالتري شيكينج ولا لا فخليكم ما تنسوش لاخر الحلقة اول حاجة حبيب ابدأ بيها هو يعني ايه تري شيكينج دلوقتي لو انت قررت تعمل ويب ابليكيشن بجوبا سكريبت فانت مؤكد ان انت مش هتكتب كل الكود بنفسك فحتضطر ان انت تستخدم جهزة من على ام بي ام مثلا بتحقق الفنكشناليتي اللي انت عايز تعملها ومش عايز تكتبها من البداية عشان ما تعملش زويل مش عايز تكتب كل حاجة بنفسك الباكيجز دي بنسميها ديبندنسيز عشان هي حاجات باكيجز الابليكيشن بتاعك معتمد عليه عشان يقدر يشتغل ولو انت بتستخدم بالتول زي مثلا ويب باك او رولوب وقررت ان انت تعمل اناليسيز للبندل سايز الحجم الاخير للبندل سايز اللي بيطلع عشان تعرف الباكيجز بتاعتك نسبتها اد ايه من الكود اللي انت كتبه في بعض الاوقات حتلاقي ان ممكن تلاقي الديبندنسيز بتاعتك تكون 95% من الباكيج والكود بتاعك هو مجرد 5% بس من الباكيج اللي انت حتشبت لليوزر بتاعتك فدلوقتي انت بقى عندك مشكلة كبيرة جدا ان انت البندل سايز بتاعك بقى كبير جدا والابليكيشن بتاعك هيخد وقت اطول عشان يقدر يلود على الويب سايت على الديفايز بتاعت اليوزر بتاعك وخصوصا لو اليوزر اللي بيستخدموا الابليكيشن بتاعك بيستخدموه على موبايل كونيكشن مثلا على الموبايلات بتاعتهم فالاب حيلود ببطء اكتر فهنا بقى تيجي اهمية التري شيكينج التري شيكينج هو عملية البلد طول بتعملها زي وباك مثلا بتعمل استاتيك اناليسيز للكود بتاعك وتدور على اي كود ديت كود او كود مش مستخدم في الابليكيشن وتشيله خلال عملية البلد لو انت بتسبيسفاين انت عايز تطلع بروداكشن بلد مسلا فبتشيل اي كود انت مش بتستخدمه بس شرطة اساسية عشان تقدر ان انت تستعمل تري شيكينج ان اول حاجة يكون الكود اللي انت بتعمله امبورتنج ده مش مستخدم في اي حتة في الابليكيشن بتاعك مش بتعمله كل في اي فونكشن ولا بتستخدمه في اي حتة الشرطة التاني وده مهم جدا ان الباكيج اللي انت بتامبورت منها الفونكشنز تكون بتصبرت حاجة اسم سينتاكس او اس موديول سينتاكس مش كومون جي اس سينتاكس عشان كومون جي اس ما ينفعش ان هو يتعمل فيه تري شيكينج اس ام بس اللي ممكن يتعمل فيه تري شيكينج لو عايزين تفهموا الفرق بين الكومون جي اس والاي اس ام وازاي بيأثروا على التري شيكينج احنا هنا عملنا موديول اسمه ماس دوت جي اس ده بيستخدم كومون جي اس اه فاحنا هنا بناكسبورت الفونكشنز عندنا فونكشن اسماعة& والقص restricted وبناكسبورت اللي اتنين عم طريق موديولوت اكسبورت فدا كده بيستخدم كومون جي اس وحاجة هنا في الاندكس جي اس واعمل ريكوير هاريكواير الماس واثينت للف thin ost واصسينه الariاب اسمه ماس واستخدم منها الاد fun eight function بس فانا هنا فالفايل كله باستخدم الاد function بس في اليابيكيشن بتاعه كله فحاجة اعمل cumpail للبروجيك ده عم طريق وبايق فحنلاقي هنا اول حاجة ان البيج بيبرنت تلاتة تمام? فهو كده شغال صح. بس لو بصينا هنا على الاوتبوت بتاع او البندل بتاعتنا حنلاقي البندل بتاعتنا ترتو مية وستة بايت. الاندكس جي اس فايل بتاعنا متين وخمسة بايت. اللي هو الفايل اللي مكتوب فيه الكلام اللي هنا ده. والماس دوت جي اس كله امبورتد وهو حجمه مية وواحد بايت. لو بصينا هنا على الاوتبوت فايل اللي هو المين اللي موجود في الديست هنا. هنلاحظ ان هو في ل هي الات وحنلاقي في اه فلو بصينا على هنلاقي ان الاتنين موجودين. اه على الرغم من ان احنا بنستخدم بس الات فونكشن. بس احنا هنا بنيمبورت اه حاجة معمولة بالكومون جي اس. فلو انت بتقول مسلا ان احنا عشان بنعمل كده بكومون جي اس لكن لو احنا بنستخدم اه الامبورت اه مسود بتاعة الاسم هتشتغل تمام وحي امبورت الاد بس. فتعالوا نجرب الحكاية دي. هنيجي هنا نعمل امبورت حمسة حضرين ده عشان ما اقصرش على فحاجة اعمل امبورت تمام? وحاجة هنا ده مفروض ان هو يشتغل تمام. وانا هنا بقى اكسبورت بالكومون جي اس وهنا بقى امبورتت بالاسم ماسود اللي هي اسمها امبورت. واحاجة هنا بتاعتي. وعمل لها ران تاني. فحنلاحز هنا ان الاوتبوت بتاعنا تلتمية واحد كيلو بايت تلتمية واحد بايت. وده يعني تقريبا زي بالزبط الاوتبوت القديم. بس الاوتبوت القديم كان كان الفايل بتاع صيص ده متين وخمسة بايت وهنا بقى متين بايت بدل متين وخمسة. فالماس دوت جي اس زي ما هو. مية واحد بايت وكلو بيجيت امبورت. ولو بصينا على الاوتبوت اللي بيطلع هنا في من دوت جي اس المنفايت فايل. هنلاقي ان السبتراكت برضو لسه موجودة زي ما هي هنا. والاد لسه موجود على الرغم من احيان برضو مش بنستخدمها. فممكن تقولي طب اوكي احنا ممكن نعمل هنا وينيجي نشيل من هنا. الماس خالص وينيبورت الاد بس. لان هو هنا بتعمل اه كومون جي اس اكسبورت للاد الابجيكت فيه اد وسبتراكت وانت هنا بتيمبورت الاد بس منها فانا اتوقع ممكن حد يتوقع ان ان ده حيحل المشكلة. وينيجي نبص هنا نعمل اه رن البروجيكت بتاعنا. حتيجي تبص تلاقي ان الفايل بتاعك بقى متين تسعة وتسعين بايت. يعني تريبا نفس بالزبط. يمكن هو ده بس الاندكس جي اس هو الحجمه صغر. لكن الماس كله مية واحد زي ما هو. ولو بصيت هنا على الاوتبوت فايل حتلاقي ان السبتراكت لسه موجودة زي ما هي. فده بيوضح لنا حاجة وسيطة جدا. ان مش فكرة انت بتتimporte الموديول زي. الفكرة كلها في الفكرة اللي انت عملها معمول فيها اكسبورت زي. هل معمول اكسبورت بالい اس ماديول سينتكس ولا معمول اكسبورت بالكومون جي اس سينتكس. لو بتكسبورت بالس م ففي احتمال كبير ان انت تقدر تعمل تري شيكنج لو استخدمت اللايبري صح. لو بتستخدم كومون جي اس فانت مستحيل تعمل تري شيكنج لأن TreeShaking ما بيشتغلش مع CommonJS فإيه الحل المشكلة دي الحل إن احنا نلغي CommonJS Export اللي أنا عملها هنادي واستخدم ال-esm-export-syntax إن أنت تعمل named export للfunctions بتاعتك فلو عملت كده إنت كده بت export function add وبت export subtract وإنت هنا بت import ال-add بس بت destructure ال-add من math فإنت كده بت import named import بتاع ال-add وبتستخدم ال-add فلو جنا جربنا دلوقتي عملنا rerun again هتلاحظ إن ال-output بتاعك بقى 276 بايت لو قارنتوا باللي فات كان 299 فدلوقتي بقى 276 ومش هتلاقي فأنت هنا هتلاقي إن الماس دايما بيبقى imported هنا مفيش الماس هنا هتلاقي بيقول لك بس بقى فيه موديول زيادة فأنت كده قدرت إن انت ت import ال-add بس من غير وطبعا لو عملنا هنا هتلاقي كل حاجة شغالة تمام ولو روحنا هنا وبصينا على ودورت على مش هتلاقي موجودة بس هتلاقي ال-add بتاعتك موجودة وبعدد بيعمل في الحاجة فمش هتلاقي نفس اسمها بس هي يعني هتلاقي هنا إن هو فهو بيريترن فهو بياخد ال-add بس بيسبستيتيوت ال-add بالفنكشناليتي بتاعتها لأن انت هنا بت import الفنكشن بس فهو بياخد ال-add بتاعة الفنكشن أو الحاجة اللي هي كانت بتعملها ويستخدمها في مكان مكان بتاعة الفنكشن بس فأنت كده بتستخدم انت كده قدرت ان انت اللي هو اللي انت ما بتستخدمهاش بتاعك بس أول ان انت استخدمت ما ينفعش ان انت تعمل وتتوقع ان انت ممكن تعمل وتقول ان انت كده هيحصل فدي النقطة لانا كنت عايز اتكلم فيها وحواريكم على عملية وازاي تقدر ان انت تشوف بتاعك بيفر ازاي والاكسبورتنج بتاعها بيفر ازاي دلوقتي تعال نشوف مثال عملي على استخدام التري شيكينج مع باكتج حقيقية اسمها لو داش ففي الحالة دي مثلا احنا عندنا بسيط جدا عبارة عن اتش تيميل فايل الاتش تيميل فايل ده في بادي وجواه سكريبت بيكل السورس بتاع المفروض ويباك يعمله جنراتي ويباك بيكريات فولدر اسمه او ديركتور اسمه اسمه دست وبيبقى جواه الاوتبوت فايل استخدمه وهو المفروض من دوت جي اس ده حيبقى النتيجة بتاعة بتاع فايل جوابا سكريبت اللي هو اندكس دوت جي اس ده والديبندنسيز بتاعته فاحنا هنا في الفايل بتاع اندكس دوت جي اس ده زي ما انتم شايفين احنا بنيمبورت لو داش بنيمبورت اللايبراري كلها عن طريق الاندرسكور هنا وبعد كده بنيجي هنا في الفونكشن دي بنكريات اتش وان المنت هدر تا اه هد تاج وبعد كده بنحط الاندر اتش تي امل بتاعه بنحط السترنج اللي هو بتاع هالو وورلد وبنستخدم الفونكشن اللي هي جوين من اللايبراري بتاعت لو داش عن طريق لو داش اندرسكور دوت جوين وبنجوين التو وورلدس بس بايس وبعد كده بريترن الاليمنت وهنا بقى بند في البادي الهت تاج اللي انا كرياته ده فعلا احنا جينا هنا مثلا وعملنا ران للكلام ده الكمند اللي قدامك ده اول حاجة هيخلي وباك يجينيريت المين دوت جي اس فايل جوة دست دي ريكتوري اللي هو هيعمله وبعد كده هنا هنجينيريت الستاتس فايل عشان نشوف البندل سايز بتاعنا عمل وكده وحنستخدم وباك بندل اناليزر عشان يورينا الستاتس دوت جي سون اللي هو الستاتس فايل اللي احنا كرياتناه هنا ده نشوفه في فيجوال ويورينا شكل البندل عامل ازاي وكده فدلوقتي ههد انتر زى ما انتو شايفين اول حاجة هو هين بيبابلوكيشن هنا بيبينت هالو وورلد زى ما انتو شايفين وفنفس الوقت هنا دي البندل بتاعتنا دي البندل اناليزز بدى بنا عندك المين دوت جي اس الاسيز كله خمسمية واحد وتلاتين كيلو بايت تمام؟ خمسمية وتلاتين كيلو بايت رقم كبير جدا و لو بصيت على النود موديولة بتاعتك هتلاقي في منها خمسمية تسعة وعشرين كيلو بايت يعني ده معناه ان انت الابليكيشن بتاعك اقل من كيلو بايت. تمام? يعني انت هنا خمسمائة وتلاتين وهنا خمسمائة واحد تلاتين. فهو حوالي واحد كيلو بايت الابليكيشن اللي انت كتبه بنفسك. تمام? فلذلك اللي احنا عمينه هده مشكلة كبيرة جدا. ولو جانب بصينا هنا على الكود. هتلاقي ان في الديست هنا لو بصيت على الفايل اللي تعمل له جنيريشن. هتلاقي ان الفايل ده فيه كل لوداش. فايل كبير جدا بالمنظر ده. لانه هو عمل كل لوداش بسبب طريقة بتاعك. فمش معنا ان انت بتستخدم ان انت ممكن تيمبورت كلها. لأ. لوداش بيوفر لك طريقة كويسة ممكن تينابل بها وهي ان انت نفسها. انت هنا عايز تستخدم مسلا. فهتقول عايز بس. وتيجي هنا تسميها اي حاجة. انا هسميها مسلا جوين عشان هي بديفولت نفسه. فانا حاجة هنا هشيل الاندرسكور وهستخدم على طول واعمل واجي هنا وران التاني. ده هيجينيريت فايل جديد. وهيوريني بتاعه. زي ما انتم شايفين هنا ده الجديد بتاع البندل. البندل كلها بقى تسعمية وربعتاشر بايت. يعني اقل من واحد كيلو بايت. بتاعك اللي هو عبارة عن متين واحد وعشرين بايت. والفنكشن اللي انت بتستخدمها من بقت هي بس وهي ستمية تلاتة وتسعين بايت. لو بص هنا على هنا وعملنا هتلاقي ان كل حاجة شغالة تمام زي ما كانت قبل كده. فده لو قرن نوع بالبندل القديم هتلاقي ان هو يعني خمسمية يعني هنا كان خمسمية خمسمية كيلو بايت. فهو هنا بقى اقل من واحد كيلو بايت فاقل من من واحد على خمسمية من بتاع البندل. ده كله حصل عن طريق لان انت دلوقتي قلت انا عايزك تشلي كل الحاجات اللي في لوداش انا عايز بس استخدم منها الجوين. فهو دلوقتي عمل اليمينيشن كله بتاع لوداش وبيستخدم بس منها الجوين فنكشن وتقدر تستخدمها هنا. ولو عايز تستخدم اي فنكشن تانية ممكن تعمل امبورت للفنكشن بس. وويبباك هيبقى سمارت انه هو يعمل ويريموف اي فنكشن انت مش بتستخدمها. ودلوقتي احنا وصلنا لاخر الحلقة وده معادنا نتكلم عن الويب سايت اللي انا قلت لكم هقول لكم عليه في اخر الحلقة. زي ما قلت لكم الويب سايت بتاع باندلفوبيا ده بيسمح لك ان انت تعرف اللي انت عايز تستخدمها بتسمح بالتري شيكينج ولا لا? فتعالوا مسلا نجرب ندور على اللي احنا دسا مورينه لكم شوية. فحتلاحز ان اللي لأ ما بيسمحش بالتري شيكينج لان اللي مش مبني على الاسم سينتكس لكن هو مبني بطريقة بتسمح لك ان انت تستخدم اللي احنا عملنا ده ان انت منه لو عايز تعمل تري شيكينج. فانت ما ينفعش لو عملت هو مش بينابل اسم موديولز تمام? اس موديولز. فانت عايز تعمل فانت هتعمل مسلا. لكن تعالوا مسلا نبص على بتري شيكينج. لو روحت بسيط مسلا على دي جي اس. هتلاقي ان هو بيقول لك هنا تري شيكا بل زي ما انت شايف هنا كده. فهو بيقول لك ان الباكش دي بتري شيكينج. فده بيسمح لك ان انت تستخدم على طول لو استخدمت دي جي اس وتقدر تدي منها بالاس اه بالاس سينتكس الجديد. وتحصل على الفونكشن زي اللي انت عايز بس تستخدمها من الباكش. فبندلفوبيا ويبسايت بيسهل عليك جدا عملية اختيار اللي انت عايزها وبيوفر لك تحت الالترنتفز للباكش اللي انت عايزها. يعني مسلا بيقول لك دي جي اس هنا لو حتختار مومنت فمومنت جي اس هو خمسة وعشرين مرة اكبر منه. وده سبع مرات اكبر منه. وده ست مرات اكبر منه. فعشان كده دي جي اس مسلا اختيار احسن بكتير جدا من مومنت جي اس. فانت تقدر تقارن بين عن طريق الويبسايت ده وتشوف حل هي تريد شي كابل ولا لا. بس كده اتمنى للفيديو يكون عجبكم واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله يا اصدقائي. السلام.